اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً عليماً حكيماً سميعاً غفوراً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير نبي للخلق أرسله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم عباد الله أصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره بقوله عز من قائل من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات الفاضلات يقول الله عز وجل في كتابه العزيز تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آية بل آيتين في سورة البقرة مئة أربعة وثلاثين وقبل أقل من عشر آيات بعدها أتت نفس الآية مرة ثانية تلك أمة قد خلت تأكيداً من الله عز وجل لنا معاشر المسلمين ومعاشر البشر عموماً على هذا الموضوع وهو موضوع التعامل مع الأمم السابقة تلك أمة قد خلت خلت يعني خلصت أنتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إذا أخذنا جل التفاسير القديمة التي كانت نوعاً ما قريبة من زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو زمن الخلفاء الراشدين أو الدولة الأموية أو العباسية فكانت غالباً ما تأخذ هذه التفاسير أنها تعني الأمم القديمة والأنبياء الأخر عليهم السلام جميعاً أمة إبراهيم أمة موسى أمة عيسى أنه نعم يمكنكم أن تتعلموا منهم وأيضاً رسالة لأهل الكتاب أنه لكم أن تتعلموا وتسمعوا منهم ولكن إن أتانا شيء جديد إن أتانا معنى مكمل مثل رسالة الإسلام فهي رسالتنا إن شاء الله عز وجل نحن كمسلمين هذه الأمة السؤال وهذا موضوع الخطبة هل يتعلق هذا فقط بنا ونحن وبيننا صار أكثر من أربعة عشر قرن بيننا وبين الحبيب المصطفى وبيننا وبين عصر الصحابة وبين عصر التابعين فهل هناك أمام بيننا وبينهم وهل ينطبق هذا الأمر علينا فيما يتعلق بالأمم السابقة وهل لنا ويجب علينا أن نتابع ما كانوا يعملوه أن نتابع ما كانوا يتصرفون وكيف كانت حياتهم ولكن بنفس الوقت السؤال هل نحن مسؤولون عن كل شيء قاموا به هل علينا أن نبرر كل تصرف صار في تاريخنا وتاريخ الإسلام أو بالعكس هل يجب علينا أن نقدس كل شيء وننفي أي خطأ هذه الأسئلة المهمة التي أود إخوتي وأحبابي أن أدخلها في هذا المدخل عن موضوع التراث التعامل مع موضوع التراث إذا ذكرنا كلمة التراث وأتينا بأي عالم قديم يقول وتأكلنا التراث أكلاً لما يعني له علاقة بالإرث له علاقة بالمادة ولكن قريباً أو قليلاً ما يكون له علاقة بالروح وفي القرآن الكريم أو قبل القرآن اللغة العربية الإرث هو انتقال شيء من إنسان لإنسان آخر دون ما عقد يعني أنت ما اشتريته الوارث لا يشتري الوارث يعطيه صح لبلاً أيام لا يعمل شيء ويأتيه إرثه فتعريفاً هو ما يأتيك دون دون عقد وفي القرآن الكريم إخوتي وأحبابي تقريباً كلمة التراث أتت مرة واحدة في هذا الموضوع وتأكلنا التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جمّا أما موضوع الإرث فأت حوالي بين العشرين إلى خمسة وعشرين مرة في القرآن الكريم نسبة كبيرة منهم فيما يتعلق بالإرث وما يسمى علم الفرائض يعني الوراثة الذي ترثه عن أبيك إن مات أو الورثة التي نأخذها في حال الموت وغيرها أيضاً لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً إن الأرض لله يورثها أها هنا قريبة شوي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده بأخرى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب أي في العراف يرثني ويرث من آل يعقوبة واجعله ربي رضية مريم يعني في علاقات مع موضوع الإرث في القرآن الكريم تحي لنا أنه ليس فقط موضوع مال هناك شيء له علاقة أيضاً بالروح والثقافة والفهم الاجتماعي والعائل وغير ذلك وهنا أنتقلوا إلى موضوع التعريف إذا كنا نحن نتحدث عن التراث فعن ماذا نتحدث المشكلة إخوتي وأحبابي أن هناك يعني اصطلاحات كثيرة يتم النقاش عليها وأحياناً يتم الشجار عليها بين الناس دون أن يتم التعريف أصلاً عن ماذا نتحدث فمثلاً إذا تحدثنا عن التراث ما قصدك بالتراث تحدثنا عن الحداثة ما قصدك بالحداثة تحدثنا عن الأصالة شو أصدك حتى التنوير التنويريين يقول العلماء التنويريين ما المقصود وأنا أجزب لو أتانا مثلاً إمام من الأعمة الأربعة سواء كان الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة الأعظم أو الإمام الشافع أو الإمام الحنبلي أو غيرهم وأتى لعنا فرض المحال ليس بمحال فرض المحال ليس بمحال لنتصور واحد منهم معنا هنا في الشورى ويعتي أخ أو أخت في كاميرا أو في سؤال ويقول له ما رأيك بالعلماء التنويريين أو يقول له ما رأيك بمفهوم الحداثة أو يقول ماذا تقول عن العصالة ماذا يقول الإمام يقول عن ماذا تتحدث شو قصة هذه كلها تعبيرات جديدة لم أسمعها في حياتي أولاً شرح لي ماذا تقصد أصلاً تسأل عن التراث يحكي لك آيات الإرث وأنت قصدك الإرث الحضاري أو الإرث الثقافي أو الإرث الفقهي الأصولي النحوي فإذاً عندما نتحدث إخوتي عن تراث وهنا اقتراح كثير من الناس يقول التراث أنه كل ما أتانا من الماضي متفقين عليه كلنا طيب التراث الإسلامي هل مثلاً القرآن الكريم جزء من التراث الإسلامي أو لا سؤال معقد يحتاج لخطب ومحاضرات سنقفز عن التفصيل المعقد للموضوع ولكن نقول إذا كان وهو بالنسبة لنا هذا كلام الله عز وجل فنضع هذا النقاش على موضوع التراث جانباً فيما يتعلق بكلام الله عز وجل نأتي للسنة الصحيحة نقول أيضاً الحديث الصحيح الذي قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضاً نتحرج من تسميته تراثاً كل ما عدا ذلك كل ما عدا ذلك يعتبر إرث بشري إرث بشري قام به بشر متوفاوتون بالمكان والزمان والعلم والإيمان ودرجة الثقافة والفهم والمنطق ولكن هذا كله تراثنا الذي نتحدث عنه ومثلاً في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي بالأحرى قام الأزهر الشريف بشري مؤتمر يشكر عليه سموه تجديد الفكر الديني وربما سمع بعضكم عنه ومن لم يسمع نأخذ اليوم بعض المعلومات ويمكنكم مراجعة التفاصيل على اليوتيوب وكل بعد ذلك يأخذ برأيه فصار هناك مناقشة بين الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله الذي قدم كلمة رائعة في البداية وقال باختصار أن للتراث جوانب ثابتة نقوم بها الآن مثل ما كانت قبل أكثر من 1400 سنة أخونا عندما أذن اليوم الأذان هو أذان المدينة نفسه وعندما بدأنا الخطبة هو إن شاء الله عز وجل ما كانوا يقومون به مع شيء من التفاوت قد يكون الصيغة الديباجة فيها مختلفة ولكن جمعتنا جمعة صلاتنا الخمس صلاة الركوع السجود عداد الركاع حتى الزكاة زكاة الفطر وغيرها نختلف على المقدار نختلف على الطريقة نختلف على أسلوب الدفع ولكن هذه الثوابت لا يمكن لأحد يأتي ويقول نلغي الزكاة من الإسلام نقول لا لأن هذا أمر رباني ليس فقط مالي واقتصادي له بعد له بعد طبعا اقتصادي واجتماعي ولكن أيضا بعد تعبدي الأمر بالزكاة الإتاء الزكاة وآت الزكاة مثل الصلاة في القرآن الكريم كثيرا من أغنيائنا ينسوا الموضوع يصل الخمس وينسوا إتاء الزكاة مصارف الزكاة أسلوب الدفع هل يجوز أن تدفعها أول من زمان كان أول شي غير مقبول أن تدفع مالا للزكاة يجب أن تدفعها حنطة وشعيرا ومواد للغذاء وغير ذلك الآن بالعكس الكل مجمع مجمع لا تجد واحد يقول لك أعطي رز أو أعطي بصل أو بطاطا أو برغل أو حنطة كزكاة كل الناس إجماعا نعطيها مالا ليس باليد نعطيها عن طريق مجمع جمعيات نثق بها فإذن أسلوب الأمر هو التغيير هناك بعد ثابت عقدي وتعبدي وبعد متحرك عملي وفعلي هذا ضروري جدا وهناك حصل في هذا المؤتمر مناقشة لطيفة أنا أعتبرها مع أنها صارت فيها شيئا من الحدية بين الدكتور عثمان الخشد هذا الرئيس جامعة القاهرة وبين الدكتور أحمد الشيخ أحمد الطيب فهم من الناس عندما تحدث الأستاذ الدكتور عثمان الخشد وأنه يضرب التراثة الذي تحدثنا عنه الإرث البشري جملة وتفصيلا فهم من كلامه ولم يكن موفقا تماما في صيغة ما يريد وضح ذلك بعد ذلك وقال لم أكن أريد هذا لم أكن أفكر نسفا لكل شيء وشرح وصار مناقشة بينه وبين الشيخ أحمد الطيب وأراها أمرا جميلا جدا أن يصبح مثل هذا في مؤتمراتنا عادة مؤتمرات العلماء التي تنظمها غالبا الدول أو الجهات التي الداعية تقول خلاص ما في حديث ما في نقاش أحكي المحاضرين يتكلموا ويسكتوا تكون أنت تذهب حتى صار بعض الناس لا يذهبوا إلى المؤتمرات ومعهم حق يقول أنا أذهب صحيح لأسمع ولكن بنفس الوقت أريد أن أناقش أريد أن أسأل أريد أن أعرف وأريد أيضا ومن حقي أن يسمع عن الناس عندما أسأل فصار هناك سجالا للأسف الشديد بعض الحضور وعض الحضور اعتبره وكأنها مباراة كرة قدم أو مباراة ملاكمة بين الاثنين فصار هناك كل ما يتكلم الشيخ الطيب كلمتين تصفيق تصفيق قوي فنوعا ما حتى أحرج الشيخ طيب وأشرب يده مرتين قفوا يعني لم يقلها ولكن قال ليس مجالنا مجال التصفيق ونحن لسنا في حلبة ملاكمة تضرب الآخر نحن صحيح ممكن أن يكون هناك شيئا من الحدية في النقاش ولكن لا نشرح للناس ما نريد ونوعا ما كانوا الاثنين متفقين في الروح ما يقولون وهو أن الأستاذ الحداثي إذا دخلنا بالموضوع الحداثة المدرسة الحداثية تقول نأخذ ما نراه الآن ونشتغل على المصلحة ولا نلتفت بقوة إلى التراث المجددون من المشايخ الذين لا يصرون على الحرف الواحد في التراث يقول لا نحن نرى وندرس كل هذا التراث هذا التراث في أمور ممكن أن تكون متعارضة ممكن أن تكون متضادة فيما بينها ولكن المصلحة والدليل الشرعي وغير ذلك يأمورنا أن نتابع الموضوع فإذن هذه النقاشات إخوتي وأحبابي ضرورية جدا أن تكون بشيء من الأريحية للأسف الشديد مع وقت السوشيال ميديا يعتبر وكأن الموضوع إما أبيض ناصع البيض أو أسود ليس فيه شيء يمكن أن نراه ليس صحيحا لنهدع الموضوع ونرتب القلوب ونترك الناحية الشخصية جانبا إذا كنت أنت شيخ أنت مفتي أنت فيلسوف أنت حداثي أنت تقليدي أنت أصولي ضع الأمر المهم الفكرة أولا وليس أنا الأنا أنا أريد أن أسحقه للأسف الشديد حتى في السوشيال ميديا يقول سحقه إن بطح قتله دمره طوله بقر يا جماعة ليه ليه التدمير والقتل والسحق والإنبطاح إثنين يتناقشوا فإذا نأخذ منهما ما نفيه طيب لماذا نقول نحن هنا أنه ضروري جدا أن لا ننسى حضارتنا ولا ننسى إرثنا التاريخي ولا ننسى تأثيرنا كمسلمين في أوروبا مثلا لأن هذا الفكر الذي بعض الناس يقولون أننا أو نسمي أنفسنا حداثيين ونقول نضرب التراث كله عرض الحائط ماذا يبقى لنا يا جماعة عندما تذهب ابنك في المدرسة هنا في النمسا أو في غير مكان ويدرس ويتحدث عن الفلسفة ويتحدث عن ينسوا مثلا الفارابي أحيانا ينسوا ابن سينة أحيانا لا يتحدث أحد في الكيمياء عن ابن حيان فبعد ذلك نأتي شبابنا يقرؤون يتعلموا يدرسوا يشرحوا للناس يعرفوا الفرق بين هذا الأمر وذاك فأمر مهم جدا إخوتي وأحبابي مرة في أحد النقاشات مع الكاتب المصري المعروف في ألمانيا اسمه حامد عبدالصمد وهو من المنادين بمعارضة الإسلام يعني يعارض الإسلام الرجل كدين هو يقولها يعني لسنا لا نتهمه بشيء ونظرته وموجود المناظرات لمن يرغب موجود على اليوتيوب باللغة الألمانية فقط للأسف لم تترجم بعد ففي أحد النقاشات عام 2012 قال تصوروا منتقد منتقدنا كمسلمين تصوروا أنا عندي ربان سفينة اليوم في القرن الواحد والعشرين ولازم أبحر وعندي خريطة من القرن السابع خريطة من القرن السابع وأقول لا أحتاج غيرها لا أحتاج غيرها وأمشي على خريطة القرن السابع وأترك النظام الجديد وأترك التقنية وأترك النيبيجيشن وأمشي فقط على القرن السابع فهذا هو حال المسلمين وقال ذلك هذا هو حال المسلمين الذين يتركوا كل تطور في العالم ويمشوا على ما أتاهم من القرن السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر ويتوقفوا أغلقوا باب الإجتهاد ولم يأخذوا شيئا جديدا هذا ظلم وافتراء ليس فقط على الدين نكدين ولكن عمليا لم يكن هذا عمليا كان المسلمون والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية أقرب ما تكون إلى العلوم وإلى التعلم وإلى أخذ الحكمة من الآخر الفلسفة اليونانية كانت مرفوضة جملة وتفصيلا من الكنيسة الكاثونيكية كانت تعتبر كفرا محضا مسلموه الفلاسفة من المسلمين ترجموها في العصر العباسي إلى العربية ودرسوها وانتبهوا لأن الأصل الإغريقي أو اللاتيني كان محروقا في أوروبا ولم يعد موجودا تم ترجمتها جديد من جديد من العربية تصوروا وإذا أتينا بهذه الأسماء مثل الفرابي أو الكندي أو حتى بعدين في علوم الاجتماع بن خلدون نرى أن حتى فيلسوفي الغرب يقولون لو لها هؤلاء لما كان عندنا هذا الذي هو عندنا الآن حتى مرة في أحد المناظرات التلفزيونية السياسية كانت وقتها مع حينس كريستيان شتراخي رئيس حزب الأحرار القديم الذي لم يعد رئيسا بعد فضيحة إيبيتسا فقال لي وقتها وكنت أقول بكل قوة وملء الفم أننا نرى أن الإسلام كدين وكحضارة والمسلمين كأشخاص جزء لا يتجزأ من أوروبا فأجابني قال المسلمون نعم المسلمون نعم أما الإسلام فلا ليس له علاقة في أوروبا وأوروبا هي قارة أتاها المسلمون كضيوف فقلت له أقول ما كان يقوله المستشار السابق برونو كرايسكي النمساوي الشهير في السبعينات كان من أكبر رؤساء الحكومة النمساوية ورجل عالمي بفكره وبإدارته للأمور وكان من أول من فتح باب القضية الفلسطينية وفتح باب النقاش مع الدول العربية وغير ذلك كان يقول يعني تعلم شيئا من التاريخ يا زميل يا صديق فقلت وقتها الاشتراحي كيف تقول وتريد أن تمحي ثمانمائة سنة من الإسلام في إسبانيا الذي أعطى تاريخا كاملا حتى أعطى اليهود مثلا عندهم ابن ميمون يوسف ابن ميمون الفيلسوف اليهودي الشهير المعروف أين أين ترعرع وأين أعطى وأين كان مجال إبداعه في كنف المسلمين عندما أتنا ابن رشد وأعطى وأنتم أخذتم منه كمعلم وأيضا الفارابي أنتم سميتموه أرسط الثاني وفي العصور الوسطى كانت كتب ابن رشد إخوتي في أوروبا موضوع على الاندكس شمعت الاندكس تبع الكنيسة للكنيسة الاندكس يعني القائمة السوداء يعني يقبض عليك معك كتاب رحت كما يقول إخوة المصريين في 60 دا في قتل في قتل في سجل رحت كفر مساكين نحن مسلمين أخذوا هالناس كلهم هذه الأمور وهنا يخرج علينا اليوم من يكفر هم كلهم فيقول ابن حيان والكندي ابن سينة والفرابي وابن رشد كفر ملاحدة عداء الدين وأي واحد منكم يذهب بعدين على الجوجل يكتب يجد ربما التكفير والشتم في هؤلاء أكثر من المدحي فلماذا الناس أخذوا منهم ما يريدوا هل أخذوا كل شيء ما أخذوا كل شيء هل مطلوب منا نأخذ كل شيء لا أريد التفاصيل في الموضوع يعني مثلا لنفهم الموضوع مثلا ابن سينة يقال أنه كان يقول فيتهم أنه قال أن العالم ليس مخلوقا والعالم هو مخلوق في عقدتنا كافر جهنم عدو الدين لا نتفق معه في هذه الجزئية ولا ندري إن كان لها تفسير إن كان لها تأويل إن كان لها تحليل وإن كنا نرفضها نقول نرفضها أين المشكلة الآن في قدم العالم في كل تراث إذن سينا تقول 1% 5% الفهم الفلسفي وقتها لعلم الله عز وجل أن الله عز وجل علمه كامل وكبير وليس بالضرورة أن يهتم بالجزئيات الصغيرة السببية تمشي هذه الأمور وهذا العالم كفر يأتي من يقول الحد لماذا؟ لأن الله عز وجل يعرف كل صغيرة وكبيرة والله طبعا نعرف حاطينها نقولها نقرأها ولكن نكفر إنسان قبل مئات السنين واليوم إذا تحدث واحد مننا وتحدث خطيب عنهم بخير نضربهم وملاحدة ماذا يقول أبناؤنا لأساتذتهم في المدارس؟ ماذا يقول؟ يقول كل هذه الحضارة التي تتحدثون عنها التي أخذتوها مننا نرفضها جملة وتفصيلا تصوروا تصوروا أن يأتي واحد يقول ذلك الحمد لله ليس هذا هو الموضوع وليس هو هذا الحال بالعكس بالعكس شبابنا في المدارس هنا يعرفون الآن أكثر من أهلهم في كثير من الأمور فيا أب ويا أم الأخوات الأمهات أبدا لا تستحوا إذا أتاكم ابنكم أو بنتكم بمعلومة جديدة عن الإسلام أو عن قول في مذهب فقهي أو في مذهب عقدي أو فيلسفيا أنتم لم تسمعوا بها في حياتكم بالعكس نكون شاكرين يا أبني اها اذهب وابحث معه وناقش في الأمر ولا تعلمه شيئا أن كل شيء سيجده سيكون صحيحا وسيكون رائعا وسيكون ممتازا لماذا لأن أخي الكريم والله هذا يأتيني كثير أحيانا أسئلة على الخاص من شباب على الفيسبوك وغيره يقولون اقتربنا من الإلحاد اقتربنا من الإلحاد أسأل لماذا يعني أكاد عجزهم أن الثمانين في المئة من هذه الأمور والشبهات لها جواب بسيط جدا وليس اختراعا ليس جديدا يعني لا أحتاج أن أخترع جواب جديد جواب وجود في هذا التراث وممكن أن تعطيه هذا الرأي وتقول له ماشي خذ بهذا الرأي وأمشي به يرتاح نفسيا مثال مرة خطيب هذا المسجد وإمام هذا المنبر الشيخ عدنان إبراهيم حفظه الله وعافاه وأرجعه إلى إلى منبره يقول آمين بارك الله به تحدثها مرة عن موضوع عمر السيدة عائشة التي درس كثيرا منا وغالبيتنا أن كان عمرها تسعة سنوات عندما تزوجت وهذا سؤال وشبه على الكثيرين كل من يشتغل في الحوار مع الأديان يشتغل لا يعني أن يكون شغلته أخوتي أنت تشتغل كلنا يشتغل لأن كل إنسان يقف في موقف يسأل عن دينه ويناقش ونقول إن كنت لا تعرف لا تستحي أن تقول أنا هذه الجزئية لا أعرف ممكن أن أسأل أو حتى لا أريد أن أسأل لا أريد أن أدخل في النقاش لا تتحدث فيما لا تعلم ويأتي في التراث طبعا من يقول أن حديث هشام ابن عروى ابن الزبير يقول أن السيدة عائشة كانت عمرها تسعة سنوات عند وقت زواجها رضي الله عنها وعن هشام وعن أبي هشام عروى وعن أخي عروى عبد الله ابن الزبي وعن أبيهما وعن خالتهما عائشة وأمهما أسماء ويأتي من يقول رواه البخاري تعيى شيخ عدنان تنقض البخاري تنتقد البخاري من انتقد البخاري يا جماعة البخاري بالعكس أتى بما عنده عنده من الروايات فنأخذ أخذ وقتها الشيخ موضوع هشام بن عروى وفسر تفصيلا هو وغيره على فكرة يعني كثير من الناس ظن أن أول من فتح هذا الموضوع هو الشيخ عدنان لا مفتوح من عشرات السنين حتى عباس محمود العقاد قاله ولكن أول من تجرأ ربما على المنابر وعلى اليوتيوبات وفي السوشيال ميديا والحمد لله والله العظيم أتونا الشباب كثيرون ومسلمون جدد عندما بثينا هذا الخبر وهذا الفكر وهذا الأمر والشكر وقال الحمد لله الحمد لله كان عندي شبهة كان عندي شبهة معينة لا أستطيع لا أستطيع أن تصور أن نبي تزوج بين التسع سنوات الحمد لله فإذا هشام كان وقتها رواها وهو كبير في السن شرح الشيخ هذا وتجدوه في الإنترنت ليس هناك وقت للإعادة ولكن بسرعة أن هناك خطأ واضح في التاريخ بين الولادة سيدة عائشة الغالبية يقولون أربع إلى سبع سنوات قبل الهجرة والأصل أنها كانت قبل البعثة صار في خطأ بين الهجرة والبعثة وإذا أخذنا في هذا الموضوع مع تفسيرات كثيرة لحوالي يمكن عشر صفحات أو تنشر صفحة يعني جميلة جدا تبرير كامل مو تبرير تحليل تاريخي أن عمرها كان بين 18 والعشرين سنة بعضهم قال الأقل تقدير 17 16 طيب أنت تأتي مثلا أو يأتي واحد ويقول ولكنني أنا لست مقتنعا بهذا كثير خيرا لا أحد يجبره يعني نتفهم في موضوع أن نفهم التاريخ والدراسة التاريخية تحتمل الخطأ والصواب تحتمل أن يكون هناك آراء لي رأي ولك رأي ومع ذلك لا أكفرك ولا تكفرني ولا أفسقك ولا أخرجك من دين محمد اللهم صلي عليه ولا أتهمك بالضلال أبدا إخوتي فهذا تقريبا بسرعة ما نريد قوله ونقطة مهمة جدا ننهي بها إن شاء الله هو أن الشبان والشباب تأتيهم شبهات كثيرة عن التاريخ الإسلامي يعطي من يقول نحن كلنا فخورون بتاريخنا وتاريخنا إذا ذهبت إلى الأقصى الشريف وذهبت إلى قبة الصخرة بناها المويون كلنا يفتخر يأتي من يقول ولكن مثلا في أيام هشام ابن عبد الملك كان هناك غيلان الدمشقي غيلان الدمشقي كان من أصحاب الفكر والفهم والعلم والإخلاص في موضوع انتقاد الحاكم إن كان ظالما وكان صادقا وصديقا مع من مع عمر ابن عبد العزيز حتى عمر ابن العبد العزيز رضي الله عنه الراشدي الخامس أو الراشدي السادس إذا أخذنا الإمام الحسن عليه السلام كالخامس يكون السادس كان يثق به ويعطيه الأموال التي عنده لوزيعها على الناس كان غيلان الدمشقي يأخذ الأمور ويذهب إلى الشارع ويقول هذا مال الخوانة هذا مال الظلمة تعالوا خدوا ملكم الله يبعث لنا هكناس والله والله يبعث لنا هكناس وهك حكام يقولوا تعو يا ناس هذا الموجود ثروات البلاد البترول الدنيا نوزيعه على الناس لا نريد أن يوزيعه في الشارع طبعا الآن موقفنا نقول لا لا أنا أخذ بالشارع والله بيقلوني التصور تذهب إلى الشارع ومعك تهاب توزعه تموت بيقلون لا طرق معينة ولكن ماذا نأخذ من الفكرة الحاكم الذي أخذ إنسانا في قطن الحاكم الذي يحاول تصريح ما فعله قبل ما قبله الحاكم الذي لم يرضى بالأمر مثل هشام ابن عبد الملك الذي لم يعجبه الكلام قال أخوانا وظلم والله لو رجي بس انتظر لم استلم هشام ابن عبد الملك ماذا فعل تعايا غيران نقول لأنك قلت أخوانا أو لأنك قلت ظلم لا مشكلة نخترع نطلع أصلا كان يتحدث بالقدر يقال أنه قدري شو معنا بالأسف الوقت بدأ يداهمون بسرعة قدري أنه كان يقول بثلا إذا كنت قاتلا أو مجرما أو فعلت شيئا مؤسفا وتقول هذا قدر الله يقول لك كذبت هذا ليس قدر الله هذا مسؤوليتك تذكروا خطب الحرية التي تحدثنا عنها أن لا مسؤولية قدر الله لا يعطيك تبريرا لتحمل المسؤولية ولو كنت حرا في عملك وأنت حرا وحريتك تعطيك هذه المسؤولية كفر طيب ما بيصير يشام بن عبد الملك يحتاج فتوى كيف يقتله ومعالم ولا مجتهد نأتي بالإمام الأوزاعي رحمه الله نأتي به وكان عنده علاقة جيدة مع السلطة وقتها مثل كثير من الناس في أيامنا بدنا فتوى يا شيخ والله ليست تهجما يعني إن شاء الله الرواية ليست صحيحة والإمام الأوزاعي هو من أجلاء هذه الآئمة ولكن إن صح هذا أنه سأل بعض الأسئلة لغيلان وصراحة هي أسميها أنا بهذه الحالة مسرحية هزيلة إن كانت صحيحة في التاريخ وقال والله إنه لكافر حلف يمين رحمة الله عليه وغفر الله له غفر الله له إن كان قاله وإن كان لم يقلها أحسن والله هذا ما نتمنى لا نريد ليست شغلتنا ندخل الناس في جهنم بالعكس إن رأي وجد له حجة نأخذها فنتعلم من هذا الدرس نتعلم من هذا الدرس أن نعم لك أن تتكلم على الحاكم نعم لك أن تطالب بأموال الناس نعم كعالم بأموال الناس في كل زمان سبحان الله بكل زمان بكل زمان بيجيك قصة الثانية مثلا يأتيك من يقرأ لا أثناء من نهي الآن يأتيك من من يقول عن عن غيلان اليوم وقد كان قدريا والحمد لله أنه قتله وأذهب به هذه الفتنة الكبيرة وقتها سامحك الله والله سامحك الله يعني أنت الآن بعد أكثر من ألف سنة هل لك أن تقف يوم القيامة أمام الله عز وجل وتنظر في وجه هذا المقتول ظلما حسب بوصلنا وتقول له نعم أنا فرح بك لماذا؟ لماذا؟ لأن في هذا تبرير للإديولوجية تبرير للفكر الذي أنا أريد أن أفعله تبرير لمن يسمعني من أصحابي السلطة تبرير لكثرة اللايكات وغيرها فإذا إخوتي وأحبابي لنتق الله عز وجل في تراثنا دون أن نجعله تراثا غير قابل للنقاش وبنفس الوقت دون أن نشيطنه لذلك ذكرنا الأمثلة الذهبية في هذا التاريخ وذكرنا بعض الصفحات السوداء والتي هي بحمد الله تعالى أقل بكثير من غيرها من غيرنا من الأمم يعني عندما يأتي إنسان ويقول تاريخك في كذا وكذا ويقول وتاريخها لا نريد أن يكون هناك صراعا وحلبة بلاك ما بيننا ولكن لا لا نعم عندنا اعتراف بعض الأمور مثل أي أمة ولكن بالشكل العام الحمد لله هناك صفحات ناصعة البيض في هذا التراث بارك الله بكم ونسأل الله عز وجل الخير لنا وللأمة جميعا وللفهم هذا الدين وعمقه من الناحية العقدية والاجتماعية والثقافية بارك الله بكم وادعو الله عز وجل في هذه الدقائق المعدودة متيقنين بالإجابة ووافقين به عز وجل الذي سيجيب دعاءنا إن شاء الله رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصام إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله حباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه حيث قال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر اللهم يا من لا يرد السائلة ويا من لا يخيض للعبد وسائلة يا من أمره بين الكات والنون يا من إذا قطى أمراً قال له كن فيكون اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف طراعة سائلناك يا الله أن ترحمنا وترحم الناس أجمعين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم الكريم في هذه الجمعة المباركة ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا مريضاً إلا عفيته اللهم ولا مريضاً إلا عفيته اللهم ولا مريضاً إلا أسرعت بشفائه اللهم ولا ضالاً إلا هديته اللهم ولا حاجة لك بها رضاً ولنا بها صلاحاً إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر خلقك سلمنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله صحيح وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أبوث صلاح